ناديهم العظيم والكيان الأعظم تعودنا في الأهلي على احتواء المشكلات والأزمات دون تجاهل عقاب المخطئ وهو ما فعله النادي الأهلي وتبقوا في كثير من الأحداث عبر كل الأجيال تقريبا تحدث بعض المناوشات والخلافات بين لعبين وده طبيعي يعني من أيام زمان جدا في كل حتة بتحصل الحاجات دي لكن عندما تقرر إدارة الأهلي توقيع العقاب لازم كل اللي برة يصابوا بالفزع ليه بقى بصاب الفزع؟ لأن الأهلي لم يترك لهم فرصة الصيد في الماء العكر وتعكير صفه الاستقرار الذي ينعم به الفريق السيناريو يا جمهورنا العظيم أصبح واضح والهدف كمان منه واضح الكل بيحاول هدم الكيان الكل بيحاول هز استقرار الفريق قبل المعترك الأفريقي الأمور تدار بدون شفافية الإعلام لا يتعامل مع الأمور بحيادية وكأن الصوت العالي هو السمة الأساسية في الوسط الكروي الآن أزمة كهرباء أصبحت الموضوع الأساسي في كل البرامج وكل واحد يطلع يتكلم ويحلل ويشرح اللي حصل من وجهة نظره وكأنه كان موجود في الحدث يعني إحنا سمعنا خمسين رواية مرة يقول لك كهرباء عمل كذا مرة مش عارف عمل إيه مرة ضرب مين مرة شتى كل واحد بيقولها مش من وجهة نظره كل واحد بيقلف بقى مؤلف أما الأزمات اللي في النادي التاني واللعيبة اللي بتشري مدربينها والحاجات اللي بتحصل بنلعيب جوه ولا كأن حدو أخذ باله أو بمعنى أصح اعمل نفسك مين برافو الخطة مرسومة صح ولكن مش هتجيب نتيجة إن شاء الله لأن الأهلي قوي الأهلي قوي بجماهيره ورموزه ولعبية وعشان كده بقول لجماهير الأهلي ما تخافوش إحنا قادرين نتصدل كل هذه المشاكل وأقول للاعبين بطولة أفريقيا هي اللي حتكون الرد على كل الكارهين والحاقدين واللي مش بيحبوا النادي الأهلي وبقول للمتحفزين لهدم الأهلي إلعابوا غيرها فهذا الكيان العظيم سيظل شامخا مرفوع الرأس يطبق المبادئ على الكل حتى يظل الأهلي فوق الجميع